ترجمة نانسي قنقر مثل ما بيقولوا بمصر هترتاح وتريح اليوم عم نحكي عن كل شي رح تشوف اليوم هو اشياء اللي ثلاثين سنة بشتغل عليها كل الصور انا اخدا من مشاريع نحنا عملينا ما في شي هون معمله ريسوش على الانترنت وكابي بيست على البرزنتيشن كل الشغل اللي عم بنعمل هو نتاج من فلسفة كتير مهندسين وعلماء كانوا قبلنا يلي هن بيريقبوا الطبيعة وبيشوفوا انه بالطبيعة ما في شي اسمه نيفيات بيشوفوا انه بالطبيعة دايما بتدور كل شي و بتعيد استعمال كل شي احد الناس اللي انا كتير معجبين بشغلهم هو باك منستر فولر باك منستر فولر قال انه التلوث ما هو الا موارد نحنا ما عم نستفيد منا ومنخليها تضيع لانه ما عارفين ايمتا وحطينا فاليو انبولد لانه رح بتشوفوا هلا كل شي رح نحكي عنه كيف وي ارى فاليو من النفايات اللي عم نشتغل فيها اول شي يلي هيا اللي عم نشتغل على خلق مجتمع صفر نيفيات بدو يعرف انه النفايات هن سبع فئات نحن كمجتمع استهلاكي من النتجة نفايات الصلبة المنزلية نفايات المسالخ نفايات الصناعية نفايات الطبية والفرمشانية المجرير النفايات الالكترونية اللي هلأ كتير عم بتزيد ونفايات العمارة فاذا اذا بدي اخلق مجتمع ما بيكب شي عندي سبع خطط بدي اعمل مش خطة واحدة انا لثلاثين سنة اللي ما رأوا اكتر شي ركزت على نفايات الصلبة المنزلية وكمان عندنا براءة اختراع بمعالجة بقايا المسالخ وهلأ مؤخرا عم بشتغل على النفايات الصناعية بما انه نحن بمؤتمر عقل مطاطي للأسف نحن اليوم ككوكب عندنا مشكلة بالنفايات لانه في عقلية رجد جامدة متحكمة بهيدا الملف الى سنين بينما في عقلية الاستيك اللي انا تعلمت معه والمدرسة الفلسفية اللي احنا اتعلمنا فيها بتقارن هول الموديلين مع بعضهم الموديل القديم الكلاسيكي يلي عنا مطمر للنفايات نفايات هي مشكلة بعدها قدم فيها على الناس ويصير جيب النفايات من كل المحلات اما المحلات البعيدة هي بتكب عندها موديل الموديل اللي عم نشتهل عليه هو دي سنترلايز لا مركزة كل مجموعة لا تتخطى خمسين الف نسمة بيقدروا يعملوا معمل لقلون وهي دول المعامل لازم يشتغلوا تحت مبدأ صفر نفايات مبدأ صفر نفايات يعني ما بكبشي بالارض اصلا ما قليل حق كبشي بالارض فلسفيا ادبيا اخلاقيا باريح سمعنا البرزنتيشن تبع لينا كيف كيف الطبيعة وكيف لازم نحترم الطبيعة وكيف الطبيعة بتشتغل ما قلنا حق نحنا نترك بلاستيك بباطن الارض لأجيال اللي جاية ورانا الفكرة بكل بساطة هؤلاء مصانع عملناهم بعدة كوميونتيز اللي عم بتشوفون هؤلاء المكانات الكبار هن وفوق كمان هن مكانات كومبوستينج ليش عم نركز كتير على الكومبوستينج كمان لأنه هالكيس النفايات اللي منكبوا ببيتنا لا يوجد شيء غريب عجيب يعني ما اهم شيء واكبر شيء من النفايات هي الاكل اكلنا نحنا نحن نتغزى من هالاكل هيدا ما نأكله كله او مرات من قشره من كب القشر تبعه هيدا ما بيعمل سراطان بس نحطه بالكيس ما صار يعمل سراطان هيدا مواد لازم متل ما نحنا اكلناها لازم نرجع عن غزة التربية فيها ومشان هيك اكبر شئ من الشغل كان على موضوع التسبيخ ففهمنا بقلب هالكيس شو فيه شو المكونات تقريبا بين كل البلاد العربية والخليجية هالتقسيم صالح بلاستيك هو 10-15% تتفاجأه هيدا التقسيم بالاوزان البلاستيك ليس بيوزن كثيرا تشاهدونه كثيرا تفكرونه كثيرا بيوزن كل هذه القوضة بانان الماء تبع هالكيس ما بيطلع وزنه 100 كيلو حسنا هناك فرق بالفرق حسنا نبدأ أخذنا بقايا الأكل التي نحن من كبه حولناه إلى سماد كومبوستنج كومبوستنج بلاستيك وإذا أفرح الانكمبوستنج ينات بقايا الأخبار من الإمتران يمكننا أن ننتج سماد الثنية إذا أردوا هنا ذي شيء إسمه Class A Plus 倢ể тому تقريبا الثنية Class A Plus يعني إن كنا نشتغل بنظام زراع سماية عضوية او بيولوجيكال او او ارغانيك اذا كنا نأخذ نفايات الطعام ننتج مننا سماد نضيف لدرجة انه فينا نستعمله بالزراعة العضوية فينا نكيسه ونبيعه نحن كلنا كبلاد عربية مستوردين للسماد العضوي اكتريته من اوروبا كلنا نستورد وخصوص البلدين الخليجية الصحراوية التي ستعانون من تغير مناخ بمناخ اصلا كان حار حج الخلاص هو انكم تعملوا كومبوست من نفايات الطعام هذا مشروع الامح من 2013 مشاري ربطة خبز من الفرن في لبنان يأخذ الكومبوست من المصانعنا ونزرع قمح هنا نعمل منه خبز مرقوق في واحد صاحبه كمانا بلش يستعمل قمح حتى يعمل خبز اوروبا عندي واحد كمانا مزارع اورجانيك استعملوا على مشروع كبير لانتاج البندورة الفراز والعنب هذا كله نعمل هنا لا يوجد ايضا رش لا يوجد ايضا كيميوين في الارض بلشيء من المصانع من البقايا الأكل اخرى من النفايات هي النفايات اللا عضوية الغير عضوية اللي هي البلاستيك والإزاز اليوم التقنيات بالعالم صارت اكساسيبال للكل انه ناخد قناني الماي ونعمل شي فيهم اسمه داكرون فايبرز هذه القنينة اذا راحت بالبرابر ريسايكلينج تشانيل على مصنع يعمل منها فيبرا هذه بوليستر هذه اللي أنا لبسها معمولة منها معمولة منها بس نحن دفشنيها بعد اكتر هلأ فارجيكم البلاستيك الملون اللي هو هاي دنسيتي بولياثيلين مصانع موجودة كثير فاصل خضرة بول زهور مليون شغلة هون بدي منكم بس تركزوا معي هون بدنا العقل يكون شوية مطاطة اذا بتسمحوا هاي داكرون فايبر هي هون و بدي منكم بليز ميك امانتل نوت عن الفريم هون هالفريبرا هون حطينا عليها بكتيريا نحنا كنا عم نربية البلاستيك هي مادة بالضاين قديش هون هون ألف سنة أربعمية أربعمية سنة وهي كمبليتل ووتر بروف تتحمل ماء إلى أربعمية سنة فأخذنا هذه الفريبرا حطينا عليها البكتيريا لاتربا هلأ بحكي عن الفريم هذه صورة من قلب خزان مياه مبتزلة لأحدى مصانع الأجبان في لبنان مصانع الأجبان في لبنان يكببوا المصل كانوا بالنهر ويخلقوا تلوث كبير أخذنا البلاستيك ربينا عليه بكتيريا وهذه البكتيريا تأكل بعد تأخذ اللاكتوز وتأكل بروتيين وتفكك وتفكك لحتى الماء الذي بدأ تطلع تكون أقرب شيء للماء الطبيعية الحديد كله لديه سوق عالمي يمكننا أن نتخلص منه مصانع تدوير الورق والكارتون متواجدة بكل المناطق والعربية خصوصاً كمانا حرام نكب ورق والكارتون الأزاز غالة تنعمل معمل ولكن الأزاز هي مادة كثيراً تعملها لأنه تضلكم تدوروها الأزاز يضين ألف سنة حتى يتفكك بالطبيعة تدوروها 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 أسمح تدوروها و رقم وتدوروها تفصيل بعد 400 سنة تتعالج جميع مبتزلة إنه مبتزل للحبير و إنه مبتزل للحبير أربع سنين نفهم هالبلاستيك شو هو كيف يتحرك؟ في عنا سبع أنواع بلاستيك بالمبتزل من P.E.T. إلى بلسطيرين بما أنه مبتزل أربع سنين نفهم كيف يتحرك؟ بالآخر نتجنا منهم ألواح الألواح صلبة تضيين 500 سنة ضد الماء لا تتعفن لا تهترى و لديها مبتزلات كثيرة كل لوح من الألواح التي نتجناهم تقريباً 4430 كيس سوبر ماركت تقريباً تقريباً 4430 كيس سوبر ماركت تقريباً لوح واحد ترى كيف يوجد كيس سوبر ماركت هنا أو هؤلاء هذه الأشياء من ثلاثة أيام لم أصل إلى هنا هذا كل شيء نتجته ووقت هنا أكثريته قهوة وكافي ميت وشجر ومعرف ما أخذها معي على بيروت على فكرة أعملها إيكو بول ما أفعله فيهم؟ تقريباً 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 ثلاثة تطبيقات تجارية سوء كبير وواعد هذه التكنولوجيا تقريباً 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 ترى خليط من التراب الأحمر من الكمبوست ومن نفايات الزراعية تقريباً وزرعنا تقريباً هنا كان ممنوع لزق الإعلانات لزق نيلون جرين وول لا أحد تزمر حتى على أسطح البيوت تقريباً نقريباً على الحفة من الخلف من خلف الجيران يرى خضار من خلف أصحاب البنية يزرعون فيها ومن خلف هذه الأشياء هؤلاء 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 من النفايات ثانية كميرشال تقريباً 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 لتقريباً هنا الشركتنا الوطنية للبيرة ألماذها هي عمل سبونسرينج للبن تبع أنان الماء وعودة للورق والكارتون بعد ملقنا سبونسر للتنك ونعمل ونضع في الشوارع في بيروت ونبدأ تقريباً 17 موقع ونعملنا شغلة كل كميون يذهب يوزن ما يلم من كل نقطة ونبدأ بمعرفة هذه المعلومات مع الناس قبل شهر الماضي بظرف سنة وثلاثة شهر كنا محاولين مليون أنينة بلاستيك من ما أن تذهب تنكب بما كبر حمود مليون شكراً شكراً ولمين ورق وكارتون بما يعادل 385 شجرة يعني إذا بدنا كمية الفايبر تنعمل هال الورق كان لازم نقص 385 شجرة بينما عدنا تدوير الورق والكارتون كله والأزاز كمان هون ثلاثمية وثنينة وسبعين ألف النينة بزار في السنة ثالث على فكرة هيدا تيتل لدوكومنتري موجود على اليوتيوب تبعي 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 ما استوحيناه من وقت ما عملنا البردور على البناية ما هو لماذا لا نزرع على السطح؟ لماذا لا نستعمل البردور تنوفر بالأسطح ومنزرع على الأسطح؟ خلقنا هذه هذه تأخذ متر مربع نزرع 200 شتلة لذلك نزرع 200 شتلة بشكل واحد بمتر مربع واحد على الجوانب تبع السطح نزرع الميكس ثلث كومبوس ثلث 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 نفايات زراعية مفرومة يابسة وحتى هنا دخلنا شيء من مادة بالنفايات الصناعية وهي سلولوز فايبر وهي النفايات التي تخرج من إنتاج المحارم وهي اكتشفنا أن تشرب ست مرات وزنة وضعنا تقريبا 10% حتى كل نصق هذه المادة السلولوز تشرب الماء حتى لا نضطر نصق كثير عندما يكون حر زرعنا تقريبا كل أنواع الحشايش الخص أكتر شيء هذا موضوع بدأ موضوع 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 بالجامعة الأمريكية بيروت مع زميلة اسمه دكتور عماد سعود أول موضوع 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 هي موضوع 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 في مخيم برج البراجني بيروت هي شركة تديرها فقط نساء هي موضوع موضوع صارت يزرعوا على سطح البناية ويستعملوا موضوع في الموضوع في موضوع موضوع تقريبا أكتريت منصب اليوم على نخلق أكبر عدد ممكن من زراعة الأسطح بيروت وخصوصا أنه الآن على وقت اقتصادي صعب في لبنان هذه الفكرة ستجد بعد أكثر تجاوب من الناس موضوع من خلص مع باك بونستر فولر فينا نكون ضحية أو نحن فينا نكون المهندسين تبع الدستيني تبعنا وتبع الفيوتشر تبعنا بترجيكم أنه ما حدا ييقس خلني نضلنا عم نشاغل هيدا يلي بيحب يعرف أكتر هيدا اليوتيوب تبعي في عليها ثلاثة دوكومنتري اشتغلنا عليهم زيرو ويست لبنون هو الفكرة تقريبا دوكومنتري 16 دقيقة تفرج كيف حتى بلد صغير مثل لبنان أو بلد صغير مثل الكويت أو بلدين صغيرة أو كبيرة إذا يعملوا بطريقة لا مركزية لديهم كل المقومات التقنية اليوم لأنهم لا يكبوا شيء ولا يحرقوا شيء بيروت بلنتنجروس هو زراعة الأسطح وآخر دوكومنتري كان فيه كبير حرق الزبالي في لبنان وكان بدون يجيبوا محرقة رحت أنا وفريق عد دنمارك عدنا عشرة أيام لمحرقة وصورنا هذا دوكومنتري وأنا بكون خلصت قبل بأربعة ثلاثة ثلاثة واحد شكراً 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 لن أدخل أرجوك أرجوك مايك وأنا شكراً زياد، لا يأتي نهار السابق ملتقاً، نعم، نعم عندما يتصل إلى المرادة التي تصنعوهم بعد تصنع المرادة هل تصنع المرادة لوقت طويل؟ أو تشعر أن يجب أن تصنع المرادة أخرى تتوفي معكم كمرادة المرادة من المرادة المرادة تصنع المرادة لأنها تصنع المرادة لأنها تصنع المرادة لدينا مرادة بلاستيك كبير موضوع المرادة أو المرادة بلاستيك قمنا ندخلهم بمعادلات معينة وهم يتحدثون عن مرادة تذكر عن شو عم تحكي عم تحكي عن العلب البرانية تبع السكرين الكمبيوتر الكبيري أو شو البرنتر أو هالأمور هاي مانو كتير كتير أدد الصوفت بلاستيك درنا ننفوتها بالماتريكس تبع الإيكوبورد إنو نقدر نستعملهم هونيك أخرى؟ نعم، مرحباً، شكراً لك شكراً لك شكراً لكي تكون هنا ما هو أنه سيكون مفقاً لا مهمة للميناء ويسأل مرة أكبر قوة هذه حتى لك أكبر ما أكبر قوة هاجي تجربة حقاً بلانماً هنا لديمم العصة تحترم يوجد إكاة تحديث مجرد. لماذا في هذا المصرح على الإعكاة ينظر مجرد مجرد؟ أرجوك يجب أن تذهب لتسهولة كمعب بلادكات إستخدم مجرد أخرى؟ لأنه ليس بس بمجرد. مجرد مجرد فيها هذه الأخيرة. يجب أن تكون تقوم بالدرسال. كما قلت فقط. يجب أن نعرفه بعد ذلك نحن نعرفه كما نعرفه كويت مقابل في التحقيق المستخدم حسنا؟ شكرا أشكالي قلت لكم أنه أنا أجرب قدمة فيها لا أستهلك بلاستيك سأذهب إلى السوبر ماركت معي كيس بقدر أخذه و أعوده بأي شكل من الأشكال عم نطلب من الناس أن نكون يلا لا تخافوا فينا نعم استهلكوا بلاستيك لا بالعكس بس اليوم صار فيه كمية بلاستيك موجودة أنه نحن كمهنسين واتقانيين مضطرين أن نتعامل معها مضطرين أن نتعامل معها ونترك موضوع كم ينتجوا بلاستيك للجهات التي تقوم بعمل قوانين لا يمنع دائما البلاستيك يحل المشكلة مرات كثيرة يفقم إنما نرجع على العقل المطاطي عندما أتعامل مع مادة بالضاين 500 سنة لا يوجد أحد مننا أن يتعامل هذه الأنينة ستعيش أكثر مننا كلنا عندي ماتيريال فضيع يضاين 500 سنة ضد الماء وعوامل الطبيعة يعني يضاين كثيرا حتى هذا دعني أضعه بسبل وطرق يفيدني أنا كمجتمع إنساني شكرا لكم 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 الشكرا لكم وأن الانتظارك مهمة للناس كيف تتعامل هذه الزراعة مادياً قابلة لتتعمم في لبنان بموضوع التوعية نحن نحن شركة هندسة وصناعة لكن نتعاطى مع الناس يعملون التوعية بالمدارس وفي كثير مدارس مهتمين بهذا الشغل وعندما أزمة النفايات المدارس أخذوا دور ريادة بتوعية التلميذ أن يجب أن نفرز بدأوا يعلمون أن الأولاد على الفرز والأولاد راحوا على البيت وعلموا أهلهم أننا لا نستطيع أن نقب الآن بموضوع الماديات الروفتوب فارم مدروسة بطريقة أن تقدر ترد حقها بأقل من سنة المشروع بعد عنا آخر سؤال تفضلي بليس تفضلي بليس سؤالين من لحة بعد سؤالين من لحة إذا بسرعة صباح الخير صباح النور سؤال يعني مادري كولمين إغنورانت ولكن أحب أعرف بالتعلي صوتك شوية مش عميس ما بالنسبة لموضوع السماد كمواطن عادي السماد قلت جزء منه تربة وجزء منه سماد عضوي وجزء منه مستخدم من نفاية الزراعية حسنا هل هناك دراسات كافية حول السماد التي تستخدمونها من النفايات بحيث أن الشخص المستهلك للفاكهة أو الخضرة أو الناتج الذي طالع لا يخرج بعدين عقب عشرين سنة أن كلها سبب لنا مشاكل أخرى مئة بالمئة شكرا نحن نتكل على أربع معايير دولية لنحلل السماد الذي يخرج من النفايات هذا واحد لديك معيار أمريكي معيار كندي وهون معيارين أوروبية رسول السماد التحليل السماد هي السماد من مئة بالتوقع إن الله خلق هذا المئة 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 المعادن التقيلة عندنا بجريد هذه المئة وضعهم هل كان هناك شيء بطريقة؟ هل كان هناك مواد كب الإلكترانيج معقولة كب المواد كيميائية بقلب الطعام لذلك نطلب أول شرط أنه لا تضغط النفايات للبلدية البلدية تلمي النفايات بكميين لا تضغط لذلك يظهر عندك سماد نظيف سماد نظيف كثير وتحليله الكيميائي هو الذي يجعله تقوله وبذلك يجعله على صوتها يجعله كثير من الملوكيين لنقل النفايات المواكسي في نفس الشرطان شكراً لقد أتم الظاهرة ، أتمنى أننا تقريبون على المرادة كما وقالبشات كمخصوص كما قالت أنه يجب أن نعطيها أخرى ما هو طريقة أخرى الحاويات؟ شكرا طريقة أخرى هو أنكم تطبقوا هيدا البلان أخرى إعادة التدوير تكون موجودة في البلد أعطيت في الكويت أنكم أبدا هذه المشكلة أنتم دولة غنية وستطيعون تعملوا هذا كما فهمت أن كل زبالة تذهبون إلى المرادم ولكنكم أيضا كمية أكل يطعموا بلد هذه أيضا رايحة على المردم بينما أنتم كبلد صحراوي لا يجب أن تبعدوا كيلو أكل على المردم كيلو واحد لا يجب أن تعملوا سماد وتذهبوا حوالي المدن أو تحت جسورة الكومبوس هي مادة طبيعية مادة طبيعية هناك شيء يسمى هيومس ليس حمص هيومس 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 هي مادة تغني الأرض تجعل تتفاجأ ما سوف يفرخ أشياء سوف تتفاجأ ما سوف يفرخ أشياء بالرمل كومبوس أيضا لديه شيء اسمه CEC كاتيون إكسشينج كباستي بالرمل إذا زرعت شيء لا يوجد شيء ينبط أضع كومبوس في الرمل وزرعته ونرى كما سوف ينبط لذلك الخطة هي ليس فقط الكويت كل البلاد وخصوص البلاد العربية نحن كبلاد عربية يعني أكثر شيء بالعالم لدينا بطالة النفايات تخلق وظايف هؤلاء المصانع النفايات تخلق زراعة في عندك مزارعين اليوم عم نشتغل زراعات على الأسطح رح تقدر تخلق النفايات وفي شيء اسمه فود سيكوريتي قديش انتو نحن يعني هلأ عم نتفاجأ في لبنان أنه منستورد 80 بالمئة من الأكل تبعنا هو مستورد بينما نحن يمكن بيتغنوا أنه عنا طبيعة حلوة وطراب وماي وليس بديك تفرزوا بالبيت تفرزوا بالبيت تفرزوا بالبيت تفرزوا بالمطمر لا أفعل شيء أريد أن أطلب كمواطن وضعوا البنية الصناعية التحتية لا يمكننا أن نكمل ذلك شكرا جزيلا شكرا